إحنا لما نتكلم عن تاريخ المعجزات، نتكلم عن حقب تاريخية معينة مثلاً نشوف أكتر المعجزات مثلاً صارت في أيام موسى، في أيام النبي إليا، في أيام النبي إليشاء طبعاً في معجزات أخرى في الكتاب المقدس، مثلاً في إشعياء، في بعض الأنبياء لكن بهذه الفترات نشوف معجزات بكثرة، هل في سبب لهذا الموضوع؟ طبعاً الإنسان قبل الصليب كان إبليس هو المتحكم والمشتكي وكان يقدر يقف قدام الله ليشتكى لأي أحد وده بيقوله سفر أيوب وواضح جداً أنه يخش الشيطان ويقف بين بان الله اللي هما الملائكة ويقف عن الأرض وكمان يقدر يتحكم في الإنسان، يقدر يعميه، يقدر يجيب عليه كوارث بس لا يستطيع أن يمس نفسه، يعني ما يقدرش ينهي حياته وده اللي كان التدخل أن الله كضابط الكل يقدر يوقف إبليس في القصة دي لكن الفكرة نفسها بعد الصليب رجعت كل صلاحيات الإنسان الأول آدم اللي هي الصورة الإلهية المجيدة، اللي يرجع آدم مرة تانية على صورة الله ومثاله وده المجد اللي احنا عايشينه كشركاء للطبيعة الإلهية وده اللي عمله المسيح بعد القيامة أنه أول حاجة عملها أنه نفخ فيه وجه التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح الكدس، ما كناش نقدر ناخد روح الكدس ولا الكوات، ولا الخوارق، ولا الأمور العظيمة دي، ولا الآيات، ولا العجائب إلا بالنفخة الإلهية دي، هي أعادة تشكيل الإنسان مرة تانية عشان كده، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الخليقة الجديدة دي سورة مين؟ سورة المسيح يقول يغيرنا إلى تلك الصورة عينها من مجد للمجد كما للرب الروح عشان كده النهاردة، أنا بقدر أحكم كإنسان روحاني يقول كده في كرونسوس الأولى صاح 2 عدد 14 يقول كده الإنسان الطبيعي يقول كده لا يفهم ما لله لأنه إنما يحكم فيه روحيا محكوم روحيا من الأرواح الشريرة ده اللي مش في المسيح، ده اللي في المسيح بقى يقول كده هو تأمل روحي فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد رجال الله على مدار التاريخ يقدروا يعملوا آياته عجائب لأنه ماشي مع إله مش إله عادي ده إله عجيب وعظيم لا مثل له ولا مثل أعماله لأنه عظيم هو صنع عجائب فلاقيه على مدار التاريخ الإنسان الله يقدر يعمل معجزات مجيدة وهو ماشي مع الله وده امتياز يقول كده في سفر عدد 12 أما موسى عبدي فمن لفمن أكلمه وعيانا يرى شبهي ده معجزة عظيمة أنه يقدر يكلم الله فمن لفمن وده مستوى عالي يقول لأنه أمين في كل بيتي فكان الناس اللي بتمشي بأمانة مع الله يقدروا يعملوا آياته عجائب ومش كده بس أخنوخ في الأول خالص يقول كده أنه ولم يوجد لأنه صارة مع الله وأنه لم يوجد آه يعني ده معنى كده أنه هو صاعة حي بجسده وعندنا آيات يعني مثلا التدخل الإلهي تدخل إعجازي ما يقدرش يعملوا الإنسان رغم أن أنا بعترض شوية على كلمة معجزة لأن مفهومها الشرق أوسطي أو الإسلامي صعب شوية إحنا عندنا في الكتاب المقدس يتقال كلمة عجيبة أو عجائب يتقال كلمة آيات آية أو يتقال صنع قوات لكن كلمة معجزة لأنه في المفهوم الإسلامي كلمة فيها تعجز للإنسان تعجز للإنسان يعني إيه؟ المفهوم في الكتاب المقدس أنه مذكرش ولا مرة كلمة معجزة إلا مرة واحدة في سفر أيوب ودي اللي قالها إلياهو وده واحد من أصدقاء أيوب مش أيوب ولا روح القدس وتقالت بكل بساطة الآية بتقول أن المعجزات يعني الحاجات اللي الله يقدر يعملها اللي بعجز بالإنسان بس ده مفهوم بشري ده مش مفهوم إلهي عن الكلمة نفسها الترجمة بتاعتها برضو مش دقيقة قوي لو إحنا رجعناها في الترجمات الإنجليزية أو في بعض الترجمات أو في الأصل بتاعها العبري علاءة أن أصلاها مختلف جدا هي نفسها كلمة آية أو عجوبة لكن كلمة معجزة لأنه إحنا اتخلطت عندنا في الترجمات بتاعتنا فأصبحنا أي حاجة يعني عجيبة نقول دي معجزة بس أنا بدأ وضح شيء لما نقول اختلطت المقصود أنه في عندنا المرجع اللغة الأصلية اليونانية والعبري لكن إذا بنقرأ مثلا في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية هذه الترجمات وبتحاول تكون دقيقة أريبة أريبة جدا وإذا أنا مثلا عاوز أستفهم من كلمة في أرجع للمرجع الرئيسي أو الأصل اللي هو اللغة العبرية أو اللغة اليونانية بنترجم على قد المتاح لنا في اللغة اللي حتى بترجم بيها لكن برضو الكتاب بيتكلم باستفادة عن بعض الكلمات مثل ما ذكرت الآيات، القوات، العجائب، العجائب، سوء القوات، القوات، والأعمال الإلهية، مقصود فيها هذه أعمال عظيمة، نعم، فوق فكر البشر ترجمة نانسي قنقر